عقبات جديدة تطرحها ميليشيا الحوثي في سبيل الإفراج عن الصحفيين العشرة المختطفين لديها منذ أربعة أعوام هذه المرة أشترط الحوثيون إفراج قوات الجيش عن عشرة من صحفيها زعمت أنهم محتجزون في مدينتي مأرب وتعز وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة بأن إعلاميين تابعين لها محتجزون لدى الجانب الآخر قدمت ميليشيا الحوثي للجان الوساطة عشرة أسماء وهو الأمر الذي يجعل المبادرة المشروطة لها محل شك من بينها أن من تحتجزهم قوات الجيش هم مصورون حربيون جرى أسرهم خلال المعارك وهو ما يسقط عنهم صفة العمل الصحفي يؤكد مصدر مسؤول في نقابة الصحفيين اليمنيين بأن أي مصور أو ممارس للعمل الصحفي يعمل في جهة عسكرية لا يعد صحفيا الأمر الذي ينطبق على من يطالب الحوثيون بالإفراج عنهم والمحصلة فإن شرط الجماعة لا يخرج عن سياق مبادلة مدنيين بعسكريين هذه المرة يظهر للقضية بعد أكبر إذ أن الميليشيا طرحت عشرة أسماء إثنان منهم محتجزان لدى قوات الجيش في مأرب وآخر في السعودية بينما يبقى سبعة منهم مجهولية المصير والأغلب أنهم لقوا حتفهم بالمعارك التي اشتركوا فيها فالمصورون في الإعلام الحربي الحوثي لا يتورعون عن اتخاذ تدابير السلامة ولأنها المرة الثالثة التي تعرض الجماعة صفقة لتبادل الصحفيين بمجموعة من أسراها قدمت قائمة بأسماء جديدة بينهم قادة عسكريون بارزون والهدف منها هو معرفة مصيرهم غير أن الأسماء ما تزال مجهولة المصير حولت جماعة الحوثيين ملف الصحفيين المختطفين إلى ورقة للمساومة والمقايضة وفي المقابل ينتظر الصحفيون أملا جديدا في كسر قيود السجن واستنشاق عبق الحرية